بقى مع حضراتكم من النادي أهل الجزيرة إلى مقر جريدة الشروق مع زمارتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع الرياضية المختلفة واللي من ضمنها خبر مهم جدا الحقيقة طبعا في البداية بنصبح عليك يا روزان صباح الفل عليك أخبارك إيه صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أنا قلتك بس أبنى أبرز وأهم لا اتفضل يقول لا لا طبعا أقولي الخبر المهم اللي معاك لا لا أنا كنت أقولك الخبر اللي لو قفت قدامه المتعلق بصلاح ومحمد صلاح طبعا وكونوا مرشح لحمل عالم مصر في افتتاح أولمبيات توكيو فبرضو عايزين نعرف منك تفاصيل هذا الخبر أكيد إلى جانب الأخبار التانية اللي انت جاهزا بها تفضل تمام أبرز وأهم الأخبار الصادرة طبعا صباح اليوم أولا من موقع اليوم السابع كيف سيطرت فتيات الأهلي على البطولات المحلية في الكرة طائرة موسم 2020-2021 نجحت سيدات الكرة طائرة بالنادي الأهلي في مواصلة السيطرة المحلية على بطولات الدوري وكأس مصر بالاحتفاظ على لقبين هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري مبكرا قبل انتهاء المسابقة بجولتين والفوز بالكأس على حساب نادي الصيد بالتفوق بالنتيجة 3-2 في مواجهة قوية على صالة الشرقية للدخان كمان عايزين نقول أن فريق سيدات الكرة طائرة يمتلك نجمات ذات خبرات قوية وهم نهلة سامح آية الشامي مريم متولي وصانع الألعاب شروق فؤاد من جريدة الجمهورية ده الخبر اللي انت قلت علي كريم فعلا هو أبرز وأهم خبر معنا النهاردة صلاح مرشح لحمل عالم مصر تستعد اللجنة الأولمبية للإعلان عن التشكيل الكامل لبعثة مصر التي ستشارك في أولمبياد توكيو الشهر المقبل وبناء على نتائج عدد من الرياضيين في البطولات المقبلة حيث أن البعثة ستضم ما يقرب لي 130 رياضيا ورياضيا وأكد هشام حطب أن البعثة المصرية ستسافر على ثلاث أفواج بداية من 16 أو 17 يوليو المقبل بسبب طبعا الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف فيروس كورونا وتم اختيار محمد صلاح لاعب ليوربول الإنجليزي لحمل عالم مصر في الافتتاح من جريدة الشروق هالاند وابراهيموفيتش وراموس يتصدرون قائمة الغائبين عن يورو 2020 سيغيب الهداف النرويجي هالاند مهاجب بروسيا عن فعليات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لكرة القدم والتي تنطلق فعليتها الجمعة المقبل بسبب عدم تأهل متخب بلاده للنهائيات وسيغيب عدد آخر من اللاعبين ومنهم كمان السويدي إبراهيموفيتش والإسباني سيرجيو راموس والهولندي فان دايك ضمن عدد من اللاعبين الغائبين عن هذه النسخة من البطولات الأوروبية أخيرا من بوابة أخبار اليوم منتخب إسبانيا يعلن ثاني إصابة بعدوى كورونا قبل يورو 2020 أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إصابة دييجو يورينتي بفيروس كورونا وتعتبر إصابة يورينتي هي الثانية في صفوف المنتخب الإسباني عقب إصابة سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب وأوضح الإتحاد الإسباني أن يورينتي غادر معسكر المنتخب في عربة إسعيف واتبع جميع الإجراءات الخاصة ببتوكول فيروس كورونا ويبدأ المنتخب الإسباني مشواره في يورو 2020 مواجهة نظيره السويدي في إشبيلية في 14 يونيو الجاري طبعا يعني على حس فيروس كورونا أنا عايزة طبعا أقول ألف سلامة لأنها وانزم لتنا طبعا العزيزة يعني أنا استعرفة أنها أصيبت يعني بفيروس كورونا بالأمس بندعي لها طبعا كلنا ونتمنى لها الشفاء وأنها ترجع طبعا على ألف خير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله دي كانت أبرز وأهم الأخبار معنا يا كريم عودة ليك مرة تاني ربنا يا خريكي ساعدنا بوجودك معنا كل الشكر لزميلتنا العزيزة روزان نصر وطبعا الشكر موصول لزميلتنا العزيزة مريم سميح